السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام بلا اي حاجة خلينا صلى الله على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزجر الله لو عايز تسرع تليفونك عشر مرات وخصوصا تليفونات ضعيفة لو عايز تليفونك ببقى سريع طالع معك لو تليفونك رامات اتنين زجرة اتنين وتلاتين او تليفونك رامات تلاتة زجرة اربعة وستين او الاخره او حتى واحد ستاشر وعايز ستزود قدر تليفونك على التنقل وعلى اللعاب والحاجات دي كلها ان شاء الله احنا هتقدر نشرح النهاردة مع بعض طريقة مجربة لتسريع الهواتف الضعيفة اه من يعني خيان نقول خمس اضعاف مسلا او ست اضعاف او سبع اضعاف الطريقة بسيطة وسهلة وموجودة على تليفونك بدون اي برامج خلص كل عليك انك هتخش على ضبط او الاعدادات من تليفونك انا طبعا مستخدم تليفون سامسونج لو حضرتك معك اي تليفون تاني برضو هتخش على الاعدادات او الضبط او علامة الترسل موجودة عندك بعد كده هتخش على خيار حول الهاتف ودلوقتي هنتعلم مع بعض الطريقة بالزبط طبعا في بعض التليفونات بتلاقيها قدامك كده رقم الاصدار بتزهر قدامك على حول الهاتف وفي بعض التليفونات زي التليفونات سامسونج بتطلب معلومات البرنامج مسلا تخش على معلومات البرنامج وهتلاقي عندك خيارات عديدة هتختار منها رقم الاصدار رقم الاصدار. رقم الاصدار هو اللي قدامنا ده هنضغط عليه بالضبط. تلات مرات اربعة مرات خمس مرات ست مرات لحد ما يطلب معك رمز هتدخل الرمز. كده انت بدأت تبقى لك تم تفعيل وضع المطور. كده تمام. هنرجع خطوطين لورا كده ونخش على الصفحة الرئيسية اللي هي بتاعت الاعدادات. وننزل تحت خالص على كلمة خيارات المطور. نضغط على كلمة خيارات المطور كده. وننزل تحت كده مسلا هتلاقي قدامك الزاكرة والحاجات دي كلها والحاجات دي ان شاء الله هنشرحها ونشرح لينفها اهمية. اهمية كبيرة جدا وخصوصا فتحة قفل المصنع الاصل للجهاز او كلمة تانية اسمها او اي ام. طبعا الحاجات دي ان شاء الله كلها هنشرحها بالتفصيل ان خيارات المطور دي فيها حاجات مهمة جدا جدا لجهازك ومفيدة وخصوصا برضو تصحيخ طويس بي والحاجات دي كلها. بس هنتخدين دلوقتي على الحاجات اللي هتسرع تليفوننا وتخليه سريع معنا بشكل ممتاز. هننزل لتحت كده. وهنيجي على برنامج تشغيل الرسومات الموجود قدام حضرتك ده. ده طبعا بيقول لك ايه تطبيقات اللي عندك اللي هي بتشغل رسومات وحاجات من كده. وبدها انت صلحيات. طبعا احنا مش محتاجين نقطة دلوقتي هنشرحها بعدين. ننزل تحت على الحاجات اللي تهمنا دلوقتي. هننزل تحت بالراحة كده. وانت نازل احنا مندور على حاجة معينة هقول لكو عليها دلوقتي. ننزل بالراحة كده ايوة. حجم الرسوم المتحركة للنفذة. هنضغط عليها. طبعا هي هتلاقيها على اكس ون. على اكس ون. فاحنا ممكن نختارها مسلا على اكس خمس اكس مسلا بوينت زيرو خمس اكس. وتجرب على تليفونك. زبطت زبطت ما زبطتش. هتنزل على اكس ون وتخليها واحد ونص اكس. او كل المعادلة بتنطبع على كل التليفونيات. انا مسلا حجم الرسوم المتحركة عندي احنا بخليها على واحد اكس. لاندي افضل حاجة انا لقيتها موجودة عندي. طيب انت ممكن تغير على مسلا واحد ونص اكس وتجرب. تغيرها مسلا على نص اكس وتجرب. تغيرها على اتنين اكس وتجرب. تمام? بعد كده ننزل على الخيار اللي بعده هو حجم الرسوم المتحركة للنقل. تضغط عليها. تخليها حضرتك ممكن تعمل لها مسلا تخليها على خمسة اكس. وبرضو تجرب. اهم حاجة تجربة جدان. عشان لما زبطتش معك ترجع تاني وتنزل على اللي بعدها ولا بعدها لحد ما تلاقي واحدة من دول تزبط معي. تمام? انا مسلا برضو زبطة معي ان هي حجم الرسوم المتحركة للنقل انا بخليها واحد اكس هي اللي زبط على تليفوني. تمام? طول موضة الرسوم المتحركة. ماشي. طيب حجم الرسوم المتحركة واحد اكس برضو انا انا مرتاح عليها والجهاز دي تشغل تمام عليها. حضرتك جربة على خمسة اكس. تمام? لما زبطتش على خمسة اكس خليها على واحدة ونص اكس. طب لما زبطتش على واحدة ونص اكس خليها اتنين اكس. وانزل لحد ما تلاقي حاجة من دول تزبط مع تليفونك. وده بتخلي تليفونك فعلا سريع جدا 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 فيه ما تتخيل. تمام? اما بالنسبة لحاجات التانية ان شاء الله زي ما قلنا هتبقى يعني يعني عندك الزهار تحت سات العرض ده ده خيار جميل جدا لو ضغطنا عليه. والصيام اللي في التليفون ايه? يعني ده تركاة تعملها في واحد صاحبك يعني تجننه. تمام? اه ارجو ان الفيديو كلنا الاعجاب. حضراتكم لو لسه ما اشتركتش في القناة نزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم اخوكم محمد تراولس من كناة مستر تيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.